أساسي اليوم وهو الصورة التي يعكسها حزب الاستقلال للرأي العام الوطني هذا هو أكبر انتصار ولكن ما زلنا الجزء الثاني ذي للمتحان وهو الفاريق لأنه الزعمات انتهت شنو هو الفاريق اللي غد يشتغل مع الأمين العام الجديد بغينا يكون فاريق منسجي متكامل ويعطيها هذه الصورة الجيدة للشعب المغربي ما الاساسي وهو نجح حزب الاستقلال لأساسي وهو نجح حزب السعب يعني كل خطاب قبل من وراء الوزراء لا تعبروش عن الحزب كما يجيب والحزب لا تشحقه كما يجيب هذا شيء غدي يدرس في المؤسسات ديال الحزب والحزب ماشي هو اللي مؤهل أنه يدير تعديل الحكومية تعديل الحكومية راكين دستور جديد وعنده آليات وكين منطق اللي كيمشي فيه حزب الاستقلال الأمين العام الجديد غدي تكون عالج نتنفيذية غدي يكون المذكرة طبيعية فهذا يمكن تكون في هذا الموضوع وإلا كانت اتفاق على شيء ما غاد نمشيه إلا مع المسلسل اللي هو ديال الأعراف الديمقراطية وغاد ديال امتتال للمقتضيات ديال الدستور ولكن شيء قرار دابه في هذا الشكل وده هو اللي كيستكتب اليوم يعني عدة أسئلة أو تساؤلات من طرف الجميع أنا كنقول ما عنديش صلاحي أنا نتكلم اليوم بإسم حزب السيقلال ولكن المنطق السياسي اليوم وهو أن هذا الموضوع بعيد اللي كان اليوم وهو الأمين العام الجديد لجنة نفيذية منسجيمة كتضمن الوحدة ديال كل المكونات ديال حزب السيقلال أساسي ما خشي خرج حزب السيقلال بمنتصرين ومنهزيم خشي خرج حزب السيقلال بانتصار الديمقراطية وبفارق منسجيم وبعد ذلك إن شاء الله ستحلوا كل البيبان ديال النقاش في كل المواضيع كلها جائزة يعني تحجم القطابو في داخل حزب السيقلال لا طبيعي لأنه أمين عام الحزب كان موقف ودوالي بالحزب كانت موقفة لأنه كنا في واحد المرحلة اللي كانت انتقالية ودباها والأمين العمبان سيأتي لجنة نفيذية منسجيمة إن شاء الله بحل يقتلك أنها تضمن الوحدة للحزب وفيها كل التيارات تكون مجتمعة فيها وأنا ذاك على بركتي